والله يا أخا قريش إن دينك يدعو إلى مكارم الأخلاق ظلمك قومك لما حاربوك ولكن لا نستطيع أن نترك ديننا ونعتنق دينك في جلسة واحدة دعنا نرجع إلى قومنا فنتشاور معهم في أمر دينك الجديد نظر الرسول إلى المثنى بن حارثة وسأله عن موقفه وأنت يا مثنى والله يا أخا قريش قد استحسنت ما تقول وإني على استعداد أن أحميك من العرب إذا حربوك ولكني لا أستطيع أن أحميك من الفرس لأنهم الأقوى وقد علمتني الحياة أن الحق دائما مع الأقوى قال الرسول علمنا ديننا أن الحق مع صاحب الحق سواء كان قويا أو ضعيفا لا أفهم ما تقول ولكن إذا أردت أن نحميك فلن نحميك إلا من العرب قال الرسول لا والله لا أستطيع أن أعاهدكم على ذلك فلا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه ما أجمله من طعام شهي لماذا لا تأكل يا صديقي؟ لست جائعا الطريق أمامنا طويل حتى نعود إلى بلادنا دعه يا هانئ يبدو أنه ما زال يفكر في كلام محمد بن عبد الله نعم أفكر فيه أعلم أن انتصاره على أعدائه صعب للغاية ولكن أمر هذا الرجل غريب حقا كان يمكنه أن يقبل حمايتنا له من العرب ثم يبحث عن آخرين يحمونه من الفرس في رأيك لماذا لم يفعل ذلك؟ لأنه صاحب مبدأ مبدأ؟ نعم ألم تسمعه حين قال لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه وماذا يعني ذلك؟ يعني أن دينهم لا يقبل المساومة ولا المدهنة وهذا هو سر تمسك أصحابه به ليتمساكوا بدينهم كيف شاءوا ولكن لا نقدر أن نحميهم من الفرس بأي حال لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه المثنى في منزلي إنه شرف كبير جئتك في أمر مهم يا هانئ وأرجو أن يتسع صدرك له تفضل يا صاحبي صدري متسع لك في كل الأحوال كنت بالأمس في منزل أرمالة أخيك وأولاده ها؟ ولماذا زرتها؟ هي التي طلبت زيارتي أرادت أن تشكو لي مما فعلته أنت بها وماذا فعلت؟ استوليت على أرض أخيك وماله بعد وفاته ولم تترك شيئا لزوجته وأولاده المال مالي والأرض أردي كلنا نعرف أن أخاك كان شريكا لك في تجارتك سأقوم بالإنفاق على أولاده وأرمالته المرأة لها حق عندك وقد وكلتني أن أطلبه منك منذ متى وأنت تدافع عن صاحب الحق؟ ماذا تقصد؟ هل نسيت ردك على محمد عندما التقينا به في مكة؟ ألم تقل له ساعتها إن الحق مع الأقوى وليس مع صاحب الحق؟ ها؟ بعد ثلاث عشرة سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة وانتشر الإسلام ودانت له قبائل العرب بالولاء والنصرة أعرف فيما تفكر يا زوجي العزيز تتمنى لو كنت نصرت رسول الإسلام عندما التقى بك في الحج منذ ثلاث عشرة سنة نعم لو كنت فعلتها لكانت قبيلتنا بنو شيبان مكان يثرب الآن وأصبحت هي المدينة المنورة هل عرفت الآن أن الحق لا يشترط أن يكون مع القوي كما علمك آباؤك وأجدادك؟ قررت أن أدافع عن الحق أينما كان كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ تقول رسول الله؟ نعم يا سلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يا الله شهادة تأخرت كثيراً يا مثنة أتسلمين معي؟ أسلمت من قبلك وظللت في انتظار أن يدخل نور الإسلام إلى قلبك هيا بنا نسافر إلى المدينة المنورة وتلتقي بصديقك أبي بكر خليفة المسلمين وتعلن إسلامك أمامه سفري إلى المدينة لن يفيد الإسلام مسالمة الكذاب وجموع المرتدين عن الإسلام يحاربون الآن أبا بكر ويريدون القضاء على الإسلام بعد وفاة الرسول والفرس يمدونهم بالمال والعتاد مثنى فيما تفكر؟ نحن هنا قريبون جداً من الفرس وبإمكاننا أن نقطع مددهم عن أعداء الإسلام تقطع مدد الفرس؟ إنها أقوى دولة على الأرض ولكن الحق ليس معهم إنها مغامرة كبيرة يا زوجي ليس أمامي غيرها لقد خذلت رسول الله حياً وعلي الآن أن أنصره بعد موته في المدينة كان خالد بن الوليد يتحدث مع عمر بن العاص عن بطولات المثنى بن حارثة ورجاله من بن شيبان يا سبحان الله استطاع المثنى أن يشغل الفرسة عننا حتى كفان شرهم وتفرغنا للمرتدين عن الإسلام والله يا خالد ما رأيت في شجاعة المثنى من قبل ليس عربياً ولكنه دافع عن العرب وبدون أن يرجع إلينا أعرف المثنى جيداً إنه يريد أن يعوض الإسلام عما فاته منه جزاه الله عنا خيراً لقد علمت أنه أصيب إصابة خطيرة أثناء محاولته قطع مدد الفرس إلى أعدائنا منذ عرفت ذلك وأنا أدعو الله أن يشفيه ويعافيه حمداً لله على سلامتك يا حبيبي علمني الطبيب كيف أضمد جرحك سيطيب جرحي على يديك بإذن الله حذرتك من قبل قلت لك إنك لن تقوى على الفرس الحمد لله الذي أعانني عليهم وساعدت المسلمين في محنتهم ولكنك خسرت الفرس أقوى حلفائنا ليس أقوياء القوة مع الحق والمسلمون هم أصحاب الحق الآن الفرس جيراننا والمسلمون إخواننا ولن نتخلى عنهم أبداً ألا تخشى على حياتك لا والله حتى لو ميت فسوف ألقى رسول الله في الجنة سأنظر من الطارق انتظري سأفتح أنا الباب ترجمة نانسي قنقر